الدرس التالي هو Composition of Transformation لدينا تحويلات متعددة مثل الإزاحة والإنعكاس وهكذا في مثال واحد فمثلا هنا نريد أن نقوم بالترانزليشن أي إزاحة وأيضا رفلكشن إنعكاس في البداية الترانزليشن أو الإزاحة هي صفر على الإكس وأربعة موجبة على الواي فسنقوم بجمع أربعة لكل إحداث وي فهذا معناه أن هذه النقاط تتحرك لأعلى أربعة وحدات الآن نقوم بجمع العدد أربعة لكل هذه النقاط وبعد ذلك نقوم بالتحويل الثاني وهو كان الرفلكشن أو إنعكاس على y-axis طبعا عندما يكون لدينا رفلكشن أو إنعكاس على y-axis نقوم بعكس إشارات المتغير x أو الإحداثي x فرفلكشن y-axis يكون هو فقط negative أو سالب x فالنقطة لدينا j وk وl هذا هي قاعدة الإنعكاس على y فتكون سالب 6 ثلاث سالب 10 إثنان وفي النهاية سالب 5 واحد سؤال آخر بتحويلات مختلفة السؤال التالي لدينا في البداية رفلكشن على x-axis ثم rotation أي دوران بزاوية 90 درجة على نقطة الأصل رفلكشن على y-axis أو x-axis تكون ال-y هي السالبة فالآن نقوم بعكس جميع إحداثيات ال-y لهذه النقاط أو هي نقطتان c وd فالنقطة c تصبح سالب 7 كما هي ال-x أما ال-y سالب 1 ال-d سالب 3 ثم سالب 2 الآن التحويل الآخر كان rotation 90 درجة تذكر القاعدة نقوم بتبديل ال-y وال-x أي نقوم بتبديل الأماكن لهم ثم نقوم بتغيير إشارة المتغير y وهذه القواعد إذا أردت أن تقوم بحفظها فلذلك ال-y هي السالب 1 والسالب 2 نقوم بعكس إشارتها فتصبح موجب 1 وموجب 2 ونقوم بالتبديل بينها وبين ال-x 1 سالب 7 ثم 2 موجب 2 سالب 3 كما هي هذا المثال باختصار هذا الشكل نقوم بعكسه reflection على المستقيم m ثم نقوم بأيضا عمل انعكاس آخر على المستقيم n هذا الانعكاس الأول ثم لدينا انعكاس آخر طبعا هنا يريد مني أو السؤال كان قم بوصف التحويل الذي حصل هنا يكون لدينا translation أي إزاحة هذه الإزاحة هي نفس مقدار المسافة بين المستقيمين مضلوبة بإثنان لأن هذه الانعكاس حصل مرتان فأربعة بوينت اثنان ضرب ثمانية ويساوي ثمانية بوينت أربعة متر وهنا يكون لدينا إزاحة مقدارها ثمانية بوينت أربعة سؤال آخر بنفس الطريقة السؤال الأول لدينا في البداية translation إزاحة اثنان صفر ثم رفليكشن على الإكس أكسس الترانسليشن أو الإزاحة نقوم بجمع إكس إثنان أو إثنان لكل إكس في هذه النقاط فتصبح ثلاثة ثم ثمانية وسبعة والواي كما هي لكن بعد ذلك رفليكشن العكاس على الإكس أكسس فنقوم بعكس المتغير واي فتصبح ثلاثة موجب أربعة ثمانية أيضا موجب أربعة ثم سبعة موجب واحد السؤال الثاني أيضا بطريقة مشابهة أيضا translation لكن هنا سالب ثلاثة فلكل إكس إطرح ثلاثة فهنا تكون إزاحة إلى اليسار أما الواي هي صفر فواحد ناقص ثلاث سالب اثنان وخمسة ناقص ثلاث هي اثنان سبعة ناقص ثلاث أربعة فهذه النقاط في البداية في التحويل الأول تصبح سالب اثنان ثلاث ثم اثنان صفر والإل تكون هي أربعة أيضا أربعة التحويل الثاني هو reflection انعكاز على ال x axis كما ذكرنا نقوم بعكس المتغير y لكل نقطة فنعيد من البداية الجي سالب اثنان سالب ثلاث والكي اثنان صفر لا يوجد سالب صفر أو لا نكتب سالب صفر هي صفر والإل أربعة ثم أيضا سالب أربعة السؤال الثالث في البداية لدينا translation ثلاث ثلاث فنجمع لكل y ولكل x ثلاث فخمسة 11 أربعة خمسة سبعة تسع لكن التحويل الثاني هو reflection على المستقيم y يساوي x هنا باختصار هذا الانعكاز يصبح تبديل بين ال y وال x فال d تصبح 11 خمسة ثم خمسة أربعة وفي النهاية التسعة سبعة هذا السؤال مطابق تماما للسؤال الثالث في البداية إزاحة سالب أربعة سالب أربعة أي لليسار والأسفل نطرح من كل x ومن كل y العدد أربعة فهذه هي الأعداد سالب ثمانية سالب واحد سالب تسعة أربعة ثم سالب خمسة اثنان والتحويل الثاني أيضا reflection إنعكاز على y يساوي x فنقوم بتبديل ال y وال x تصبح سالب واحد سالب ثمانية أربعة سالب تسعة اثنان سالب خمسة نكمل بالسؤال التالي السؤال التالي لدينا نقطتان w و x في البداية reflection على x axis فقوم بعكس الإحداثي y فالw تصبح سالب أربعة سالب ستة أما ال x سالب أربعة ثم سالب واحد عكسنا فقط ال y التحويل الثاني هو rotation دوران تسعين درجة وفي دوران التسعين درجة هذه القاعدة سالب y x كما هي فنقوم بتبديل ال y وال x لكن نعكس إشارة ال y أي السالب ستة والسالب واحد فتصبح موجب ستة سالب أربعة ثم موجب واحد وهنا أيضا سالب أربعة السؤال السادس بالعكس في البداية دوران ثم الإزاحة دوران تسعين درجة كما ذكرنا هي سالب y x فهذه هي الإحداث y الذي سيعكس إشارته سالب 2 سالب ثلاث أما ال b سالب ثمانية ثلاث فقط قمنا بعكس إشارة ال y وبدلنا مواقع ال y وال x في كل إحداثي لكن بعد ذلك لدينا أيضا إزاحة مقدارها أربعة إلى اليمين وأربعة إلى الأعلى لأنها موجبة أي إجمع لكل عدد لكل إحداثي من كان ال x وال y العدد أربعة فالنقطة تكون موجب اثنان موجب واحد النقطة b سالب أربعة سبعة سالب ثمانية زائد أربعة هي سالب أربعة وثلاث زائد أربعة هي سبعة عمليات جمع بسيطة أيضا بنفس الطريقة لدينا في البداية reflection x axis أي سالب y فقط فالنقطة f هي واحد سالب واحد النقطة g ستة سالب سبعة التحويل الثاني كان 180 about origin أي على نقطة الأصل والدوران 180 يكون هو سالب x سالب y أي قم بعكس إشارة ال x وإشارة ال y فالنقطة if تصبح سالب واحد موجب واحد ليس تبديل هو عكس الإشارات النقطة g هي سالب ستة موجب سبعة سأنتقل إلى سؤال آخر في الأسئلة التالية لدينا هذه الأشكال ستعكس في البداية على المستقيم u ثم على المستقيم v بين المستقيم u والمستقيم v هنا زوايا ليس مسافة فسيكون الانعكاس عبارة عن تقريبا دوران لكن بزاوية هي ضعف هذه الزاوية في البداية سيكون هنا ثم انعكاس آخر فيكون مقدار هذا الدوران أو هذا التحويل هو 25 ضرب 2 فيكون بمقدار 50 درجة لن أقوم بالرسم فقط سأقوم بالتوضيح وأيضا الشكل الثاني أو الثالث والرابع وهكذا السؤال العاشر مثلا لدينا هذا المضلع efgd انعكاس على u ثم على v سيكون إزاحة هي مقدارها ضعف هذا العدد نصف ضرب 2 هي 1 فيكون لدينا إزاحة مقدارها 1 انش هنا باختصار 45 في 2 يكون لدينا تحرك أو دوران بمقدار 90 درجة سؤال 12 انتبه مستوى أحداثي الزاوية بين المستقيمين هو 90 فلذلك يكون 180 بشكل نهائي